لا تتوانى مصر عن تقديم كل سبل الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين منذ اندلع الأزمة ومن خلال استقبالها ألاف من الوافدين عبر حدودها الجنوبية أصبحت مصر أكثر دول الجوار استقبالا للسودانيين بأكثر من 160 ألف وافد عبر حدودها البرية تون الشمس في مياه النهر هربا من معارك طاحنة روعت أمنهم وسكينتهم رحلة طويلة وشاقة قطعها سودانيون ليعبروا حافة الموت لأرض سلام وأمان صافرة أمل إذن أطلقت من هذه العبارة إذانا بوصولهم لبر النجا الخرطوم كان فيها ضرب كثير جدا جدا في الفترة اللي احنا قعدنا يعني احنا أول 14 يوم في الحرب قعدنا في البيت فالدنات بيجت بتوقع في البيوت فعلى سنقيت طرح لننطلع أسر بأكملها قطعت آلاف الكيلومترات لتؤمن ابتسامة أطفالها الأبرياء خوفا من انطفائها بسبب الاشتباكات والنزاع ليجدوا لهم مساحة للعب والتمتع بطفولتهم فهنا قصص وحكايات ثقيلة كهذه الأمتعة التي يحملونها وهنا مشاعر ممزوجة بين الأمان وسط أشقائهم المصريين والشوق والحنين لوطنهم آملين بعودة قريبة ووطن متماسك آمن توجهنا لأنو احنا نجي مصر عندكم هنا فكان دي أقرب دولة احنا بنحس انها هي قريبة من عاداتنا وتغاليدنا وأكتر دولة احنا بنحس انو احنا في السودان يعني من الزمان والعلاقة الازلية بين المصر والسودان هي كدولة واحدة وصراحة احنا نجينا طبعا كان في معاناة شديدة من الخروج من الخرطوم إلى ما وصلنا لحلفة إلى ما وصلنا للمعبر إلى أن نستقبلونا في المعبر المصري اللي جينا الرحابة شديدة من الشعب المصري كثيرة هي الأسباب والقرار واحد أسباب دفعتهم دون أي ما تردد إلى وجهة ما خذلت يوما قاصدا لها فهنا قواسم مشتركة من الجوار والقرابة والمصير الواحد فمنذ اللحظة الأولى للأزمة قدمت مصر العديد من الخدمات الإنسانية وأصبحت أكثر الدول استقبالا للسودانيين بأكثر من 160 ألف وافد عبر حدودها البرية الله يا أخي مصر دي قلت لك زي ما قلت لك ما شفنا حاجة منها شيئنا ونحنا بنجي من بدري بناخذ أغراض وبنرجع على الطريق طوالي يعني اللي بيشوف حاجة وحشة إلا هو وحش نفسه يعني يعني الشعب المصري يتعامل مع الشعب السوداني يتعامل قلت لك زي ما قلت لك وأما الغانون المصري ذاته مع الشعب السوداني يتعامل كمواطن مصري يعني وصل السودانيون لبر النجاة عبر نهر النيل شريان الأمل والحياة ومنه لشرايين أكثر أمنا ونجاة داخل ربوع القطر المصري ليمتزجوا داخل نسيج أشقائهم إلى أماكن آمنة يطلون من خلالها على نافذة الحياة من جديد ثلاثون يوما ويزيد مضت على اندلاع الاشتباكات في السودان رحلة طويلة كانت فيها هذه المنطقة بمثابة خط فاصل بين الموت والحياة فمن أجل النجاة يقطع السودانيون مسافة كبيرة للوصول لمعبري قسطل وأرقين ومدينة أبو سنبل فلم يجدوا مأوى آمنا غير الأراضي المصرية فهنا وطن لا يميز في معاملة أشقائه وليكون لهم عونا في تخطي الأزمة الحالية محمود جميل التلفزيون المصري